مرحبا بكم في قناة أتما وإحسان مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم إن شاء الله سنقدم لكم بشنخة بمناسبة حلول الشهر الفاضل اللي كتجي لديدة وكتدب في الفم واقتصادية وتستحق التجربة المهمة لبناس بلا منطول عليكم ندوز المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة المهمة لبناس بالنسبة للمقادر هنا كتشوفوا عدنا جوج كيلو ديال التقيق من النوع الجيد عدنا محلقة ديال النافع تكون مطحون وعدنا جوج بيضات عدنا قبصة من الملح وعدنا القليل من خميرة الخبز تقريبا نصف ملعقة صغيرة عدنا زعفرانة عدنا كأس ديال اللوز اللي كيكون مطحون جيد كما كتشوفوا معلس يكيولي لها هات الشكل عدنا كأس ديال العنباء عمر ديال الزيت عدنا نصف زلافة ديال الزبدة المدابة إذن البناس ندوزوا دابة طريقة التحضير أول حاجة غنديروا الدقيق وغنديفوا عليه جميع العناصر اللي تكرتكوا إذن هحنا درنا الدقيق غنديفوا على هات اللوز البناس بالنسبة للوز كما كتشوفوا شوف أنا كماش تحنتوا بحالة كخصو يجي غنديفوا الزيت وغنديفوا هاتك الملعقة ديال النافع إذن البناس كنضيفوا جميع العناصر كما قلتكم ومن بعد بالمال البارد ضروري كل ما بارد البناس ضروري بالنسبة لهاد البناس لهاد الزعفرانة هادي هي اللي كسعطي هاد كلو الأصفر البوشنخة ديالنا وكتشيز بينا بالساف كيجيل لون ديال الوار المهم احنا ضيفنا جميع العناصر اللي بنات دابا الخاميرا والملح واخيرا البيض والزبدة وغنجمع هاد العناصر مزيان كما كتشوفوا غنضيفوا الزبدة دابا غنبقاو نجمعو هاد العناصر كما كتشوفوا معايا جمعوها مزيان ما نحاولش نجمعو العاجين غير نحاولو هادك المكونات اللي خلطناها مع الدقيق نديرو لها بحلقة كما كتشوفوا معايا كما درت لها أنا وهادك الساعة نبقاو نضيفهم اللي تجمع لنا كل شي تخلط لنا المكونات كلها نبدو نضيفو الماء شيئا فشيئا هاكما كتشوفوا البنات ابديتك نضيف المبارد داروري قدتكم يكون المبارد وغنبقاو نجمعو العاجين ديالنا العاجين ديالنا البنات داروري خسو يجي قاسح بخسوش يجي راضب باش تنجح لنا البوشنقة ديالنا داروري خس العاجين يكون قاسح المهم كنمدون نجمعو هالبنات مزيان حتى كيت تجمع لنا العاجين من اللي كيت تجمع لنا البنات العاجين كنشدوه وكنديروه كمدون دلكو فيه فوق سطح العمل كمدون دلكوه مزيان حتى كندلكوه مزيان هنتو ما غاد شوفوا معايا البنات كل شي بالتفاصل إذا ها هي البنات من البعد ما تجمعت لي العاجين دا بغن دلكوه مزيان كما كتشوفوا العاجين ديالي آنايا جا قاسح داروري البنات كما قلتكم العاجين يجي قاسح حتى باش نجح لكم البوشنقة إذا ندهب البنات غنقطع هاد البوشنقة الأجزاء وغنديرها في شي بلاستيك أو بلاستيك غذائي المهم تما لكم الاختيار للبنات مهم أنا كنديرها في بلاستيكة وكنخليها ترتاح البنات بالنسبة للوقت اللي كترتاح فيه ماشي بالدارورة ما عداش وقت محدد يعني المهم كتديروها ترتاح شي شوية بمتش الدراسة باش تطلق لكم صافي وكتبدو تتخدمو بها نيشن إذا البنات من بعد ما رتحت لنا العاجين كنشدوها كنطلقوها مزيان كما كتشوفوا معايا كنطلقوها غير شوية حيث أصلا باقي نغنطلقوها في الماكينة يعني باش تجينا رقيقة داروري خاصة تجي رقيقة باش تدزلينا في سميزو دوك كنطلقوها شي شوية كما كتشوفوا معايا بحال هكا من بعد البنات كنجيبو جرارة جرارة ديالبيتزا وبيها كنقطعو كنقطعوها لأجزاء باش تدزلينا في الماكينة ها هي قطعتها كما كتشوفوا معايا بجرارة ودابا غنشت كل جزء وغندوزو في هدك الماكينة المهم في اللول كندوزوها لبنات على هادي هادي بالنسبة لسميزو انتو ما كتبقاو تتحكمو في الدرجات كل واحدو مثلا أنا دا بدرتها في جوج جوج هي اللي جدني مزيان هي اللي رقتلي مزيان كل واحدو على حسب الماكينة ديالو يعني انتو ما كتبقاو تجربوا مهم كتدوزوها لبنات بحال هكا كما كتشوفو انتو ما كتشوفو معايا بحال هكا ومن بعد البنات كتدوزوها في الاخرة اذا غندوزنا بعدك جميع العاجن ديالي في هادي هاد غندوزهم في الاخرة بش تجيني العملية ساهلة دارور البنات كما كتشوفو مايا دووسة العاجن ديالي تبا قطعة شويةche في هاي هكا طويلة بساف بش تجيني ساهلة دارورا البنات مش تجيني ساهلة هيدان البنات كما كتشوفو هندوزها هالشكل اللي كتطهينا غندوز جماعahan جماع الاجزاء هندوزهم جماع الاجزاء ديال العاجن كما كتشوفوا البناس هندوزهم و هنشكل منهم مش نيخة انتو ما غتشوفوا معاي الطريقة اللي كنستعمل انا بالنسبة للعجين البناس من احسن تديرو العجين يعني مستاوي باش ما يبقوش لكم هذيك الاطراف يطحيو لكم المهم هاك باش كنجمعو هالبناس كنشوفوا عملية ساهلة كنشدو كنجمعو جو جيدين و كنقطعوها انتو ما غتشوفوا معاي العملية البناس كنشدو شيموس او لجرارة و كنقطعوها شتي صاف و كنحطوهم جانبا و كنعودو نفس العملية البناس ساهلة انتو ما اللي بناتشوف بحل هادو صغيرة جيتني طويتها على جوج و قدرت لها بحل هكاية صاف غن نكمل بالنسبة للعجين اخر غنكمل نفس الطريقة البناس ما كانش اختلاف نفس الطريقة غنعودها هادي كنديرها كنجمع على جوج باش كتجيلي مشكلة بساف كتجيزوينة بسافة البناس هاكا ما كانتشوفوا البناس صافي دابا من بعد ما ما كملتش ديالي كامل غنحطو في شي مين ديل او موين من ديل غنحطو فيه وغندوز ندير الزيت الزيت ضرورة البنات خاسنا ندير الزيت يسخون مزيان حتي يسخون مزيان هاد نديرو فه البوش نيخا ديالنا ضرورة البنات لهاد العمل يخسكم ضروري تديروها يعني الزيت ضروري خاسو يكون سخون هاد نديرواتش موهما البنات كما كتشوفو زي ديالنا سخان بدينك نحطو في هادك البوش نيخا ديالنا كما كتشوفو معايا نحطوها واحدة 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 حتى كنعمرو المقلة ديالنا كلها وخاسكم البنات تحضيو مزيان عند تتحرق ليكم يعني ضروري تردو البل في هاد المرحلة مزيان موهما البنات كما كتشوفو معايا درت جاميع عمرت المقلة ديالي مزيان وده بغى نده نقلب فيها كما غا تشوفو معايا ده بغى نده نقلب باش ما تتحرقش ليا ضروري طيب من الجيهة ومن الجيهة الاخرى ومن بعد غنديروها في سميسو غنديروها في العسل بالنسبة للعسل البنات العسل ضروري خاسو يكون بارد كما تتحرق شخص حيث اصلا عدنا البشنخة ديالنا سخوني أخر جمسيس دروري خاسوك أصبحت كن العسل بارده إذا ما بغيتوش دوزو هاده في العسل ما تعال ما بغيتوش دوزوها في العسل خاسوكو تخلوق البشنخة حتى تبارد والعسل هي اللي سكون سخونة دروري واحد خاسو يكون سخون واحد خاسو يكون بارد ميمكنش يكون بجوش سخان اذا ها هي البنات البشنخة ديالكما كتشوفو إذا نحتاطي في مزيان كم دون قلبو مرة مرة ها كما كتوفو مرة 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 مدون قلبو باش ما تحرقش لينا هنا ضروري خصنا مدون قابلو مزيان تتصدق لنا البوشن خديونا كما كتشوفو البناز دابا مني غطيب لنا غندوزوة في العسل ها هي يا بوشن خديونا كتشوفو كما كتشوفو البناز بدأت كطيب نصفها بدكي طيب اذا سنهزها و نضيفها في العسل كما تشوفها البناز معي البنتي يقولوني هاد وشني خاك جلديدة بثاف البناز انا كتعجبني شخصيا انا كتعجبني بثاف المهمة البناز تبا غندوزها في العسل اللي قلت لكم ضروري يخص يكون بارد غندوزها مزيان بستة تشرب العسل مزيان من اللي قلت شرب العسل البناز نضيفها في شبكة تقطر يعني باش يقطر من هاداك العسل هاكما تشوف البناز معي ها هي اذا ها من اللي حايدنا الاخرين البناز غنضيروا الاخراء عود ثاني باش هي طيب هاكما تشوفو الزيت سخون سوف البناز بالنسبة للاخراء خليتها تشرب غير شي شوية وغنحيدها ها هي اذا بغنحيدها وغنديرها قلت تكون في شبكة باش هاداك العسل تقطر منها ها هي كما كتشوفو البناز سوف نشرب هاداك الفوقانين حيات ما وصلتش ليه بالعسل بحيالها كما كاتشوفو معي البناز سوف نشد هاداك وغنديرها في شبكة ها هي البناز باش تقطر ما يبقاش فيها العسل بمكتصر ومن البناز سوف نشد ها غنديرها في شبكة تقطر من هاداك العسل ها هي البناز باش تقطر ما يبقاش فيها العسل بمكتصر ومن بعد البناز صافي كنديروها في طبق التقديم وكنزينوها البناز بالنسبة الى انا زينتها باللوز وطحون ممكن تزينوها بالزنجلان ممكن اي حاجة ما مش مشكل تزين كيبقى اختيار البناز اذا البناز هادي هي البوشنخة دينا كما كتشوفو ايجا تلديده وبنينه بالساف وكما كتشوفو شوف ملي كنحلها نحل واحد احداكم كما كتشوفو كتشيه شيشة بالساف والمادق ديالها واعر كتدف في الفب كنتمنى البناز تجربوها وتردوا عليها في الكومنتر وما تنسوش الاشتراك في القناة وتبرطجوا هاد الفيديو وشكرا البنات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة